موسيقى 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 الكينوه هي تنعت بأم الحبوب ولا بالحبة العجيبة نظرا للاهمية ديالها هي الاصل ديالها من أمريكا اللاتينية يعني منذ آلاف سنين بعد انتشرت عدفة يعني في أنحاء العالم خاصة بعد ما اعترفت منظمة التغذية الزراعة والتغذية الفاو يعني خصت سنة 2013 كسنة للاعتراف بالمجهودات اللي قمت بها دول أمريكا اللاتينية من أجل الحفاظ على هاد البذور ديال هاد الحبة العجيبة اللي عندها عدة خصائص الخاصية الأولى ديالها هو أنها يعني مقاومة للجفاف والملوحة وكتأقلم معها يعني عدة أنواع ديال يعني التربا وعدة أنواع ديال المناخ ثانيا عندها خاصية سوسيو اقتصادية يعني تتمين ديالها تتمين ديال الكينوة يمكن الفلاح البسيط خاصة يوسع ولا يرفع يعني من الدخل دياله من أجل تحسين مستوى المعيشي أدياله والتي تنتج بها يعني النساء يخدموا بها كسكسو يديروا بها المعجنات ومؤخرا حتى حليب الحليب بالنسبة للناس اللي عندها وحدة خاصية أخرى اللي لازم نشيروا لها هي خاصية صحية وتغذوية بحيث أنها خالية من القلوتان يعني وغنية بالأملح المعدينية وبالفيتامينات علاش هاد الزراعة بالضبط زراعة الكينوة يعني كنا كيعرف يعني التحديات اللي كي يعني يواجهها العالم ككل والمغرب خاصة وجميع القطاعات كلمسوا هاد يعني آثار التغيرات المناخية في جميع القطاعات وخاصة القطاع الفلاحي وكيما كتش تشوفوا توالي سنوات الجفاف والشح يعني التساقطات اللي عرفنا هاد السنة إذن من هنا جاء لزاما وضروريا أننا يكون عنا واحد توجه نحو الزراعات يعني مثمنة يعني لا يكفي أنها تكون مقتصدة في مياه السقي وإنما أيضا مثمنة لكل متر مكعب ديال الماء مياه السقي إحنا كتعاونية كان نشتغلوا عن المنتوجات الفلاحية اللي صنع المربع وتصبر الخضر ومن اللي جاعت عندنا الأستاذة إلهام عبيدي المهندس هذا المكتب الجهة والاستثمار الفلاحي اللي قطرحت علينا هاد النبتة اللي هي الكينوة ونعش ما تنوعوش منها ونوعو المنتوجات متاعنا وخصصا اللي احنا في المنطقة اللي هي فيها الجافاف وكان عنا من ملوحة وهاد النبتة هالي اللي كتتصبر الملوحة وكتتصبر بزاف الجافاف ومن اللي جاعت عندنا لوفيت يعني قطرحت علينا بأنه يدر معنا دورة تكوينية اللي كيفاش نزرعوا الكينوة كيفاش نخدموها وهي عند لها فوائد كثيرة فوائد بزاف اللي هي للصحة والكل شيء الآن احنا موجودين في واحد دور اسمية الدور الحمري وكما تشاهدون الآن في الأراضي الجدقى حلال المياه نقصة ما كانش وهناك الآبار الآبار هنا الأغلبية دي الآبار مليحة هناك تتزاوج للأخر حتوصل ثلاثة 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 قرامات وتطلع لنحنا قرب البحر واشنو هي النبتة اللي يمكننا نحنا نستغلها من هاد النسبة العالية دي الملوحة وهي الكنوة هاد هاد الكنوة جد مهمة لمن ناحية الاقتصادية ولمن ناحية البيئية لأنها كأول تصبر الملوحة وهي النبتة لأننا قدروا استعملوها كآلية من الآليات للتأقلم بعد طيارات المناخية إذن هاد 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 النبتة ان شاء الله رحنا دارهن هنا مع واحد تعاوني ديال النساء ورغاد يكون هنا كمشروع نموذجي ومن بعد ان شاء الله نحاولو نحسو الفلاحة الصغر هنا الغرص هاد النبتة لأنها مزيانة صحي مزيانة اقتصادي مزيانة وكذلك البيئة مزيانة ایتِ ایتِ